الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقد تحدث القرآن الكريم عن أهمية الدعاء ونحن في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الفضيل شهر الدعاء وشهر الإجابة بإذن الله تعالى ونلاحظ أن الحديث عن الدعاء في القرآن الكريم جاء في أثناء الحديث عن آيات الصيام فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول سبحانه وتعالى وقال أبوكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أرب العزة يدعوك إلى دعائه وبعض المفسرين قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فالدعاء عبادة وقال بعضهم مخ العبادة وهو تضرع إلى الله ولذا يقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل من وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله لأنه هو الذي يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي كما فصار كسير ابن وفسرين أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إضافة أنك عندما تسأل الإنسان قد يملك وقد لا يملك فقد تسأل ممن لا يملك أما الملك الحقيقي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعب بالله ولذا يقول القائل من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على سلطانه زل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على عقلي اختل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا مل ولا اختل قل صلحة وإذا كان لك عبادي عنه فإني قريب وهنا وقفة ننظر كيف كانت تعبير المماثل عندما كانت هناك أسئلة يقول سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فيها لفظ قل يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقابين ويسألونك عن اليتامة قل اصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو أزم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك ماذا أحل لهم قل احل لكم الطيبات يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يرجلها لوقتها إلا هو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفه ربي نسفا مر جاء التعبير بالفاء في صورة طه قال بعض العلماء اللغة إن السؤال كان قد وقع في كل الأسئلة أما في صورة طه لم يكن السؤال قد وقع بعد سيسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الجبال فإن سألوك فقل فالفاء واقعة في جواب شرط مقدم أما في آية الدعاء لم يرد لا لفظ قل ولا فقل وكأن رب العزة يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فأنا أخبرهم بنفسي عن ذاتي فإني قيب أجيب دعوة الدعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيع طاحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته إما أن يستجيب له هذه الدعوة بعينها وإما أن يدخاها له في الآخاء سوابا عظيما وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها إذن نكسب مضمون إما أن تستجاب الدعوة وإما أن تدخل في حسناتك يوم القيامة وإما أن يدفع عنك شر قالوا يا رسول الله إذن نكسر قال الله أكثر أي ما عند الله أعظم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي كريم حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيرضهما صفعا خائبين أي بلا إجابة لكن كما قلنا ليس شرطا أن تكون الإجابة على عين الدعوة التي دعوت بها وإنما قد يكون ذلك أجعل لك يوم القيامة أو دفعا لسوء عنك وسمع نبينا صلى الله عليه وسلم عاجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب وقال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملكا موكلا بمن يقول يا آحم الراحمين فإذا قال العبد يا آحم الراحمين سلاسا قال الملك الموكل إن آحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل يا عبد يا آحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك في هذا الشهر العظيم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأصرت به في علم الغيب عندك ونسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين المأجورين وأن لا يمر هذا الشهر علينا إلا بزنب مغفور وعمل متقبل مأجور وقال بعض أهل العلم من عوامل إجابة الدعاء التبرك بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا عادت أن تدعو فابدأ حديثك بالصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وادعوا بما شئت ما لم يكن إثما ولا قطيع طاحم ثم اختم دعائك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الصلاتين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويهد ما بينهما إضافة إلى طيب المطعم وصدق التوجه إلى الله نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين من الرحماء من المتكافلين من المتعاونين من المخلصين لله وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وعقوعنا وسجودنا وقعاننا وأن يهدي ويبلغ عنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم منا بالغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا يوم القيامة عند الحوض بيد نبينا صلى الله عليه وسلم شابة لا مضمأ بعدها أبدا نسيت المصابيح في عذلتي وآثرت ضوءك في مهجتي أتيت أتيت وعمري بكفي كتاب لعل السنة قارئ صفحتي إلهي 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 أحبك حب العيون لضوء الهدى في الدجا خطوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر